مالك عباس؟ والله انا شايف ان سيادتك ما تحترش اللقاء الليلة ليه؟ ودعوة خاصة بالرئيس مع كوادي الحزب الحرية والعدالة له مناسبة عامة ولا وطنية ولا دينية ودعوة سيادتك ورئيس الأركان وقالة الأفرع عمر مصير للشكوك؟ وانا خايف يبقى في محاولة لاستهداف سيادتك وقالة الجيش المدعوي؟ انا ما بركعش في كلامي عباس انا بلغت السيد الرئيس ان يكون موجود وانا عندي امل ان الكلام اللي هيتقل هينزع في تيل الازمة الحالية وعدين بتعرفني كويس انا ما بخافش يرمي اللي خلقني اللي عايز ربنا هو اللي هيكون موسيقى 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 تبنى وسいうعحنا organize وسいうعحنا السيد الرئيس س اللماء أيها الإخوة والأخوات، السيدات والسادة، يا شعب مصر العظيم إن المسئولية لتحتم على المسئول بالطبورة في هذه المرحلة أن يكون واضحاً الناس كأنها على رؤوسيان الطائر عليهم استنين الخطاب كأنهم استنين ما تشكورة مهمة هذا التفاق الخير ناس منتظرين أن نقول كلمة في الخطاب تهديهم ولا حاجة وتصلح الأحوال ويهرط من المسئول إذا وضع فيها زي حالاتي كده الخطأ وارد ولكن تصحيحه واجب قاضي مزور أنا طاعن عليه على الانتخابات أنا مقدم في طاعني من 2005 من 2005 صور الانتخابات قدام عيني أنا شاهد هو ضمن 22 واحد مفروض يحاله للتحقيق والصلاحية بسبب التزويرات دي أنا بقول لهم لسوء حظهم أنا شخصياً عارفهم بالاسم خربتوا البلد خربتوا الدنيا أخرتونا لكن من الحاجات الظريفة اللي يجي واحد من إياهم بتوع النظام القديم المجرم ده على الولد اللي قاعد في المركز عنده التحويلة بتاعة الكهرباء يروح منزل السكينة بتاع خط واحد وروح يقوم الناس تطاع ست ساعات بكرة وروح ونزل التانية ويروح يقوم يطقق الناس كل ثلاثة يال الولد ده تحد من يدينه عشرين جنيه وقاله روح كل ده بتحصل إذن من يتحدث عن الإعلام وتجاوز بعض وسائل الإعلام أو بعض من يتصدرون الإعلام ما عيسر ردود الفعل الغاضبة أنا عارف كويس أوي مين بيقول إيه إزاي علشان إيه موسيقى 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 اشتركوا في القناة